موسيقى 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 للأسف اليوم كانت نطق بالحكم في القضية التي كانت متابعة فيها الأستاذ حسان البرلماني في مجلس المستشارين عن مجموعة الكنفدرالي الديمقراطية للشغل والصحفين الأربعة في إطار ما يسمى بتسريب معطيات عن لجنات تقصي الحقائق للأسف كان الحكم الابتدائي جائر اعتبرناها جائر وديكشي على استنفنا لأنه ما كان حتى شي دليل كدل على أن الأستاذ حسان ولا الصحفيين قاموا بتسريب أي معطا وكان حكم جائر 6 شهور موقفة تنفيذ مع الغرامة 10 ألف درهم كنا كانت منى في الاستناف أن يتم تدارك هذا المشكل والخطأ الذي وقع في المحكمة الابتدائية في الحكم الابتدائي لكن كانت أسفو وكان فوجئنا بأن الحكم تأيد الحكم الابتدائي تأيد رغم أنه وكيف ما لاحظوا الجامع أنه ما كان حتى شي دليل وهذا شيء اللي أكدوه المحاميين مشكورين جدا لأنه كانت مرافعة قوية جدا ولكن للأسف كنا كانت منه أن القضاء يبين بأنه مستقل وبأنه عندنا أمن قضائي يعني المواطن المغربي يمكن له يتمأن على الأقل لما يلجأ إلى القضاء ولكن للأسف كانت تشفوا بأنه لا شيء من هذا كاين والقضاء في الحقيقة لم ينصف الأستاذ حسان ولا الصحفين الأربعة وكلنا نعتقد وكلنا نأمل أنه كانت الاستناف صحح الحكم الابتدائي وتعطي البراءة مع كامل الأسف هذا شيء ما كانش نحن متأكدين لأننا أدام ملف مكانة لبلادنا أنه يزيدها بالمساس بالموجه ديالها بخصوص أنه فيه أربعات يالصحفيين وبرلماني وأن يحاكم ممتل يالصحفيين الذين يتكلمون باسم الشعب وينقلون الأخبار الشعب فهذا كان فيه علامة استفاهم كبرى من طبيعة الحال سنشوفوا مع المحامون ديالنا وأكيد المحامون مع المركزية سنأخذوا القرارات المناسبة من أجل ما يحكموا من أجلهم نونا ضيلوا من أجل ما يحكموا ما تنساش تأبونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصل لك جديد الفيديوهات من هز براس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر